السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الفيديو نصح فيه تقويم تشخيصي للسنة الأولى وهو تست دياغنوستيك تقويم تشخيصي سوف نحاول تصحيح تبع معي شوية بشوية باش ناخدو تصحيح تقويم تشخيصي نبدأ البرتة 1 دوني النيميرو كوريسبان على شركة تقويم تشخيصي يعني هنا كنت أعطيتكم مصطلحات علمية الفرنسية وترجمة العربية ونختاره في نواق المصطلح بالنسبة لأول ترجم تشخيصي تلقى الدخط الجوي والرقم هو رقم واحد نقلب إليه للدخط الجوي تلقى وادع دخط الجوي يعني المقابل ونشخيصي الضغط الجوي نصغرها شوية نقوم رقم جوج اتموسفير اتموسفير هو الغلاف الجوي اتموسفير هو الغلاف الجوي نقلب إليه ندره هنا رقم اثنان منسبة الرقم ثلاثة انوتي دمزور هي وحدة القياس انوتي دمزور وحدة القياس رقم ثلاثة نقوم بمصطلح الرقم الرابعة Expansible هو قابل للتمدد قابل للتمدد يعني رابعة هنا تمدد قابل للتمدد هي رقم الرابعة قابل للتمدد يعني ايش حاجة نضغطها قابل للانضغط هي رقم خمسة نقوم بمصطلح الرقم خمسة قابل للانضغط رقم ستة تغمومتر تغمومتر خرابين هو المحرار هو رقم ستة هو هذا ثم رقم سبعة في نصلنا التمبراتور هي درجة الحرارة كيف يقول درجة الحرارة هي رقم سبعة رقم ثمية الشالور بالفرنسية وبالعربية ترجمة ديالها هي الحرارة همقلبوا عليها هنا شالور رقم ثمية ثم رقم تسعود فزيون فزيون والانصهار يعني كنتحولوا من الحالة الصلبة لحالة السائلة واتش هنشرحوا من بعد فزيون والانصهار ورقم تسع مازيين كندنساصيون والتكاتف كندنساصيون والتكاتف هذا نشرحوا رقمعشرة ورقم عشرة قربنا نسعليه هنا صوليدفكاسيون والتجمد صوليد وصلب صوليدفكاسيون والتجمد لأنك يكون جسم صلب هناك حال رقم دياله 11 قانتيتي هي كمية هي رقم 12 تلتاشة فوليوم والحجم و سيخ كوي إلكتريك و ضارة كهربائية إذا للإشارة فقط لما عرفش المصطلحات ولا معرفش النص دياله لا شيء مشكل هذا ده غير كان نحاوله ما أمكان باش تحفظه شوية ديال المصطلحات ما فهم؟ إذا لا يحتم مشكلة شوية بشوية من هنا الأخر لا لا تلقوا و قد عرفوهم سهلين يجوكم إذا طريقة نقطة لأنه يجيكم سهل باش تعطونا غير نقطة إجمالية نشرح لكم التفاصيل من بعد طريقة نقطة هنا اللي بغدت نقطة كل وحدة على نص نقطة كل وحدة على نص نقطة وحدة على نص نقطة ركتشم عنها يعني إش هعيننا 14 و 14 مقسم عجوز ينس بعد نقطة مجموعة دياله كل هم سات بوان صافي؟ يعني كل وحدة على نص نقطة نص نقطة ثانية نص نقطة ثالثة نص نقطة وهكذا بالنسبة للجزء الثاني الجزء الثاني هنا لا ماتيار هنا بارتي 2 هنا عندنا سبعات نقطة لتنقطة على هذا الجزء هذا لأنها تنقطة كيكون على 20 هذين بدأوا نميز بين 2 زيطاء حالتين من المادة كي نجوج حالات 3 زيطاء 2 زيطاء 5 زيطاء يعني كي نجوج الحالات أو 3 زيطاء أو 5 طبيعي الحالة قريتو في المدرسة 3 زيطاء إذا جواب الصحيح هو هذا ما هو الحالة الصلبة لطا صوليد حالة السائلة لطا ليكيد حالة الغازية لطا غازي لطا غازي نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة نصف نقطة هذا السائل رقم 7 عليه جوج ديال النقطة والسائل رقم 8 عليه جوج ديال النقطة يكون ملانج 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 يعني هنا الماء والزيت وي ي ي الزيت الماء والزيت هو خليط متجانس ملانج 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 ما فيها بس تخذوا واحدة مذكرة صغيرة بقود تديرواها المصطلحات العلمية وبقود نقله مرة 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 لكنا أعطيكم مصطلحات وخامك تعرفوا هذا يكون لديكم رصيد المصطلحات العلمية الزيت أوموجين ومتجانس الماء والزيت وخليط متجانس ما كان يعنيه بخليط متجانس خليط متجانس القرطون في المدراسة هو الخليط الذي لا يمكن أن يميز بين مكوناته بالعين مجرد يعني إذا خلطت لك شوية الملحة مع الماء وخلطناه وخللناه احتدابت واذا تبلينا الملحة؟ لا ماذا تبلينا وبالتالي هذا يتعتبر خليط متجانس ولكن لماذا تبلينا الماء والزيت؟ خلطناه ماذا يوقع؟ دائما الزيت تصعد الأعلى وبالتالي توقع الزيت في الفوق والمال تحت وكان قدرون نفرقه بينهم كما تقول يا أستاذ هاي الزيت الفوق ها هو المال تحت إذا هذا تعتبر خليط غير متجانس تسمى بالفرنسية إيتيغوجين وهنا هتروع له من بعد سوف ندرس درس الخلايط في السابع المهم إذا هنا الماء والزيت ماشي خليط متجانس العكس إذا ندره هنا فوق التحول الماء من الحالة صلبة 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 كيلوغرام دجري كان إعطال درجا كيلوغرام دجري كان لديها درجا كيلوغرام لم يستعمل كيلوغرام لديها الدرجة السلسيسية كان يسمعه في التقس بـ 47 أو 48 درجا ساكتنا على السؤال الرقم الخمسة نقاق الرسالة الأمصفيرية نقيس الضغط الجوي بواسطة كيف نقص الضغط الجوي ؟ مانو متر او بارو متر هذا السؤال هذا الكثير منكم لان لدينا الضغط بلحدود الهواء وقال ضغط الجوي وضغط الي يطبق علينا الهواء الهواء تطبقه دخط يسمى ضغط الجوي سوف نقص الضغط الجوي اذا كيف نقصه بالبارو متر والمانو متر لا نقصه به ضغط ضغط غاز نعم؟ ضغط يوضح سمع الجزء لتقنع الطبيعات نعم نعم لتعيين درجة الحرارة أو قياس درجة الحرارة نعم التغمومتر التغمومتر المحرار الخرمومتر ومعدي ومعدي إذا الجواب هنا رهبين هو التغمومتر إذا المحرارة أولا نقص به درجة الحرارة سؤال رقم السبعة لدينا شكل المتوازي المستطيلات ما نطلب من هنا؟ حجم المتوازي المستطيلات نحسبه كيف نحسب الحجم؟ رقرته في مدرسة الريادية نحسب الحجم المتوازي المستطيلات نضيف الطول في العرض في الارتفاع عقل العلاد القاعدة طول في العرض في الارتفاع ما نضيفه؟ نشد الطول 4 سنتيم تكتب العلاقة ضروري تكتبها L في L في H تساوي بالنسبة للعلاقة طول في العرض في الارتفاع إذا لا تحسب الحجم دي القاعدة في البيت في غالسة الريادية نضيف الطول في العرض وتضيف الارتفاع أعطيها لنا هي 4 سنتيم نضيفه في شحال في 3 سنتيم و نضيفه في جوج 4 في 3 هي 12 12 في جوج 24 سنتيمتر مقعب لأن الوحدة الحجم تكون بالمتر لصنتيمتر مكعب أعطونانا الصنتين في الصنتين في الصنتين وقد أعطونا صنتيمتر مكعب بالنسبة لحساب هذا نستعمله الكثير من التمارين من بعد لدينا الدرس الحجم هنا طريقة نقاط لدينا نقطة نقطة العلاقة لديه نقطة حسنا لدينا نقطة نقطة لدينا نقطة نقطة لدينا نقطة 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 ونقطة 24 سنتين من رقم نحن لسؤال رقم 8 سنحويله نحن نصف نقطة هذا نقطة ثم نقطة ثم نقطة والأخرى هي نصف نقطة يعني اللي يجاوب عليه يجاوب صحيح نصف نقطة دياله عندنا 2000 ميلي لتر إذن هنا كنهضروا على اللتر إذن شنو هاي خصصنا باش نكتبوه ممكنش نجابوه مباشر ضروري نستعملو ما يسمى بجدول التحويلات إذن جدول ديال التحويلات هو هذا قد نحاولو الرسمه يلا تبع معي ونخطموه عليه إذن حنا عدنا غير اللتر معناش المتر مكعب إذن هنا كاكر رسمه مكتبوه ميلي لتر أول حاجة كيكون عندنا اللتر ديسي لتر سنتي لتر الميلي لتر نرى سهل موارش للإشارة فقط ما أشبقون كتبو ميلي لتر بهذه الطريقة ولا اللتر هكا ندروا L ماجسكولة قلوا عليها L ماجسكول وهنا ميلي لتر كتب بهذه الطريقة ميلي لتر L ماجسكول دائما L تكون ماجسكولة قلوا عليها مهمة جدا لأن الأساسيات تدور على الوحدات والرموز وهذا ضروري ضبطهم مزيان ماذا عدنا عدنا هنا ألفين ميلي لتر هذا ما نحوله ألفين ميلي لتر إذن ألفين ميلي لتر كي ندروا لها ألفين ميلي لتر كي ندروا لنحولها لدينا الميلي لتر دائما كي نشوفه الميلي لتر وهو وعندنا 0 خص يكون في الميلي لتر هات الصفرة خص يكون هنا وهو وكي نكتبو هنا إثناني لتر سوف يكون في الميلي لتر مفهم؟ نحوله 100 سنتي لتر 100 سنتي لتر إذن نحوله 100 سنتي لتر مباشر للسنتي لتر ونضع فيها 0 إذن ها هي السنتي لتر نضع الصفر هنا صفر هنا ووحد مزيان هاته 100 سنتي لتر لش هاته 100 سنتي لتر صفر نفهم؟ إذن هاته نمشيه مباشر هاته ندره 10 ديسي لتر مزيان دابا نطلبه من التحويل ديال الكتلة خمسة كيلو جرام نحولها الميلي جرام خمسة كيلو جرام نحولها الميلي جرام هنا شنو يخصنا؟ يخصنا جدول تحويل ديال الكتلة رأي سهل حتى هو ما صعبش بزاف فقط تتبعه معايا مزيان هاتفهموه Мне أحدثت من هذا البعض هذا البعض هنا كيلو جرام هكتو جرام ديكا جرام ل возها من غرام فقط جميل خمسة كيلو جرام نح weed نقوم بعمل الأصفر حتى نوصل الميلي جرام يعني 5 كيلو جرام تسوي 500 ألف ميلي جرام إذا 500 ألف ميلي جرام نرجع للسؤال ونضعها هنا 1 جوج 1 جوج 3 صافي نحول 13 جرام 13 جرام الهيكتو جرام 13 جرام نقوم بعمل 13 جرام نقوم بعمل 3 جرام ونقوم بعمل 1 جرام دائما الجرام يقوم بعمل 1 جرام إذا 600 جرام هذا الهكتوغرام يقوم بعمل 0.13 وهكذا نقوم بعمل هذا التمرين 0.13 ليس التمرين وإنما الجزء الثاني نقوم بعمل الجزء الثالث وهو الجزء الثالث وهو الخاص بالكهرباء إذا الكهرباء لها نصف نقطة للسؤال نقوم بعمل الجزء الثالث 3.45 سوف نبدأ العداد الكهربائي تحديد الأجهزة الكهربائية أو تحديد كمية الكهرباء المستهلكة يعني العداد الكهرباء كيف يقوم بعمل الجزء الثالث كيف يقوم بعمل الجزء الثالث أو تحديد الأجهزة الكهربائية أو تحديد الأجهزة الكهربائية تركيب المنتج منتج و تركيب أقل عليه دان سيركوين الكتريك دوميستيك منزلي طوازي مش طوازي ان يكون كيف يقوم بعمل الجزء الثالث او تركيب على التوازي إذا المنتاج دانسيخ كويدان ميستيك يتوى المنتاج تركيب على التوازي تشاهدته غير ما أقلتوش عليه ولا ربما ما موصلتوش التركيب على التوازي واضي نشرح هذا الشيء بالتفاصيل هذا العام هذا مفهوم؟ يعني الحاجة اللي ما فهمتوش فهذا تقوم تشخيصي راما ماشي مشكلة بالعكس محتى مشكلة من هنا الاخر ديال العام تقوم يجيكم سهل لأنها تكون أخط ماتو كل شي نكملوا كعليوados كعليوخ كؤلاء ص حاولوا تعودوا الفيديو جدا للمرات إلا ما فهمتوش ولكن شوية بشوية رادي تفهموا ما كان حتى شي مشكل البيب خدوا أمشوا السؤال رقم 4 أعفوا ما جاوبناش على هذا الحديد النحاس كيفاش ديروا وشكي وصلتها الكهربائي ولا مواد عازلة طبيعا الحال مواد موصلة توصلتها الكهربائي لشك نستعملوا النحاس لذلك هنالشتراك الموصلت في ملاد المهات سؤال رابا، يمكننا التعقل الانيرجية التعقل ممكن أن نقوم بالطاقة الكهربائية نطلاقا من الرياح سؤال رابا، يمكننا التعقل الانيرجية إلا من الرياح الرياح يمكن أن تجد طاقة الكهربائية لأننا نرى بعض الأحيان المرواحات يكونوا في بعض المكان يوجد طاقة الكثير من الرياح لأننا نجد طاقة من الرياح في السؤال رقم خمسة الانيرجي سولير ايوليان الانيرجي سولير ايوليان الانيرجي سولير ايوليان طاقات الشمسية والريحية ايوليان يسمى الطاقات المتجددة غير متجددة غير متجددة جواب صحيح طاقات متجددة ويسمى الطاقات النظيفة حيث سعرق 6 لدينا سامبول نورماليزي ديزيلمان إليكتريك سويفين هنا قد نعطيه الرمز الاستلاحية ديال بعض الأجهزة الكهربائية وأنا لدي المركبات الكهربائية بحالة امبال العمود العمود ما ارشوه موصلته أنظر الهجرة القلية ناساً في الحجرة صغيرة المغانى يكون هناك أسطوانة يكون فيها زائد و يكون فيها ناقص نعم الجليات بالطريقة هذه فيلدوكونيكسين السلكورربط سلكورربط السلكورربط يكفي صغيرة سلكورربط ثم سلكورربط نفسات كثيرة المسبح يجب أن ترغب في هذه الطريقة وكثيرا يجب أن ترغب في هذه الطريقة لذلك لا يوجد مشكلة سوف نعمل هذا العام يجب أن تكون تقوم تشخيصي ويجب أن تجد صعوبة في هذه الطريقة لا يوجد مشكلة كل ما يجب أن تسلحون لتخدمون عليهم في هذه السنة إذا كانت الشيئين في هذه الفيديو أتمنى أن تكونوا استفتعوا على الأقل لما يحسروا أنه يكون نقصا يحاولون الفيديو جميع مرة فهم إذا كانت الشيئين في هذه الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته